بالله الذي أقرت له الربوبية الذي أقرت له بالربوبية جميع مخلوقات وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعات وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بحديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن المسائب لا تقو إلا بإذن الله تعالى قال الله أزوجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يحد قلبه والله بكل شيء عليم وإن المسائب بمسابة الإشارات والتنبيهات من الله تعالى لإباده المخالفين وهي آيات للتخويف أيضا قال تعالى وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفَةِ لذا يجب على العباد الرجوع والامتثال والاستقامة قبل فوات الأوام قال تعالى وَلَنُزِيقَنْهُمْ مِنَ الْأَذَابِ الْأَدْنَى دون الأذاب الأكبر لعلهم يرجعون أيها المسلمون إن الله تعالى قد جعل لكل شيء سبب يجلبه وآفات تذهبه فطاءة الله تعالى وطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لجلب النعمة سبب لجلب النعم المفقودة وحفظ النعم الموجودة أما المعازي فهي سبب لذهاب النعم وأولول النقم إذ هي تذيب النعم الحاسلة وتقطع نعم الواسلة أيها المسلمون اهذروا المعازي والظنوب وتقوا خطرها على الأبدان والقلوب وانظروا وتفكروا في ظهور أثرها على الأوطان والشعوب فإنها صلابة للنعم جلابة للنقم تورس أنواعا عظيمة من الفساد وتغل أنواعا من الشرور والفتن والمسائب في البلاد إن ضررها على الأفراد والمجتمعات أشد وأنكى من ضرر الثموم على الأجسام إنها لتخلق في نفوس أهلها التباغذ والأداوة وتنزل في قلوبهم وحشة وقلقا لا يجتمع معها أنس ولا راحة قال الله جعال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أيها المسلمون إن المعازي والظنوب هي أصل كل بلاء ومسدر كل شقاء ومنبأ كل غضب وانتقام فما نفرة النعم ولا حلة النقم ولا تسلط الهصومة والأعداء ولا حلة الأدواء ولا حجمة المسائب والنكبات إلا بشعوب رذائل والننكرات إباد الله ليس في الدنيا ولا في الآخرة شر ولا ذاع ولا بلاء إلا وسببه الظنوب والمعازي وما عذبت أمة من الأمم إلا بذنوبها ففي كل آية العبرة وفي كل مثل من الأمم السابقة بلاء وذكرة لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد فقال تعالى مبينا سبب أخذ المحركين وإقابهم فقل لن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة ومنهم من أخذته الشيحة ومنهم من خصبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليزلمهم ولكن كانوا أنفسهم يزلمون كل هذا عباد الله كان في من كان قبلنا لكن الظنوبة هي التي تحلق الأمم اللاحقة أيضا فقال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين إباد الله ما ظهرت المعاسي في الديار إلا أهلكتها ولا تمكنت من قلوب إلا أعمكها ولا فشك في أمة إلا أذلتها بها تظل النعم وتقل النقم وتتحول العافية ويستجلب سقط الله أيها المسلمون ما نذل بالأمم والشعوب من ذل وحوان وآلام وأقوبات وفتن وذلاذل وما سلقت الأشرار وسيطر الفجار وغلت الأسعار وشحت الوذائف وكسرت الجرائم إلا بسبب الظنوب والمعاسي فاعتبروا يا أولي الأبصار قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بظنوبهم وأنشأنا من بعدهم قونا آخرين فما الذي سبب إخراج الأبوي عليهم الصلاة والسلام من الجنة دار اللذة والنعيم إلى هذه الدار إلى هذه الدنيا دار آلام والأحزان وما الذي أغرق فرعون وقوبه وخصف بقارون الأرض إنه الظنوب والمعاسي وقال تعالى مبينا للذين شاهدوا المسائب أن يأخذوا العبرة من ذلك قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لكوب يعقلون أيها المسلمون إن المسائب والأهداس ما هي إلا نذير للمسلمين لكي يعودوا ويرجعوا إلى تصحيه أعمالهم ورفع المذالم وإقامة العدل في بلادهم فالظلم والبعد عن شرع الله تعالى سبب للحلاق قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فاتقوا الله أيها المسلمون وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الأذاب ثم لا تنصرون واتبئوا أهسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الأذاب بابتة وعنتم لا تشعرون وقد وعد سبحانه ووعد الله الحق أن لا يعذب المستغفرين قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيها المسلمون يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وعل فعلى المسلم وعلى المسلمة أن يتقي الله تعالى ويسأل للإسلاح وأن يحفظ الصغر أن موكل إليه حتى لا يتسرب الفساد من بين يديه وكل بحسبه فالسلطان في البلاد على صغر من سبور المسلمين فلا يجوض له أن يسمع للفساد أن يدخل سلطانه والوذير على صغر من سبور الإسلام فلا يجوض له أن يترك الفساد يتصرب إلى أجرحة ووزارته ومدير المكتب على صغر من سبور الإسلام فلا يجوض له أن يسمع للفساد أن ينتشر في صفوف منسوبية وموزف خاصة والدولة عامة ورجال الأمن على صغر من سبور الإسلام فلا يجوض لهم أن يسمعوا بدخول الفساد إلى البلاد أو يتساعلوا فيما أوكل إليهم من أعمال والرجل في بيته ومع أفراد آئلته على صغر من سبور الإسلام فلا يجوض له أن يترك الفساد يدخل بيته والفرد لو كان لوحده على صغر من سبور الإسلام ينبغي له أن يحرس من دخول الفساد إلى قلبه أيها المسلمون فإذا تخلى المسلم عن مسؤوليته وألقى باللائمة على غيره إنها يدب الفساد ويتسلط الأعداء على البلاد وتقل النقم وتسلب النعم ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المسلمون إن غصول المسائب لا تكون إلا بسبب ما تكسبه أيدي الناس من المعاسي والمخالفات والتي منها أكل السحر والربا وانتشار الفواحش والزنا وإحانة الصالحين والأخيار ونبذ الأهكام الشرعية وتضييع السلاة ومنء الزكاة واتباء الشهوات وارتكاب المنكرات ومعادات أولياء الله وانتشار الجش والذل لقد أدملت المخدرات وكسر أكل الحرام وتتنوعت فيه الحبل فيه الحيل شهادات باقلة وعيمان فاجرة وخصومات زالمة لقد ارتفأت أصوات المعاذث والغناء المحرم ودخل أقلب البيوت وتربى الصغار والكبار على ما تبصه وسائل الإعلام وتساعد الناس في شأن الدشوش لقد فشل رزائل الأقلع ومستقبل الآدات في البنين والبنات فإلى متى الغفلة فإلى متى الغفلة عن ظنان الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من الأمن من مكر الله ونعوذ بالله من الأمن من مكر الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أن أمع على قوم حتى يغير ما بأنفسهم فتقول الله تعالى إباد الله وَأَذَرُوا مَكْرَهُ وَبَعْثَهُ إِنْ كُنْتُمْ تَسْمَعُونَ قال الله تعالى أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهَلُ الْقُرَىٰ مَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا أَذُهًا وَهُمْ يَأْبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرًا لَا أَفَأَمِنُوا مَكْرًا لَا أَفَأَمِنُوا مَكْرًا لَا فَلَيَأَمُنُوا مَكْرًا لَا إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهَدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرَدَ بِنْ بَأَلِ أَهْلِهَا أَلَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَهُمْ بِظُنُوبِهِمْ وَنَطُبَأُوا أَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُسُّ أَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَانِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبُلِ كَذَلِكَ يَتُبَأُوا اللَّفُ أَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ سَلِّيْا لَى مُحَمَّدْ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا سَلِّيْتَ آلَى إِبْرَهِيمُ وَأَلَى آلِ إِبْرَهِيمُ وَبَارِكَ آلَى مُحَمَّدْ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدْ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذنك حميد مجيد اللهم إظواء الإسلام والمسلمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم لا تنزrogenها على بابك اللهم لا تنزلِمها على بابك وارحم آبائنا وارحم أم حاتنا وعليمائنا يارحم الراحمين اللهم إنا نسكو إليك ضعفتنا اللهم إنا نسكو إليك بافتنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم ارحمنا اللهم أسل أهوالنا اللهم أسل أهوالنا وأهوال المسلمين اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم تكبل منا اللهم تكبل منا اللهم تقبل منا اللهم أنزل الأمنا ألا ولاية غم بخاصة اللهم أنزل الأمنا ألا ولاية غم بخاصة وآبة على ناجيريا يا رب العالمين يا حي يا قيوب يا أرحم الرائمين استجد دعانا يا أرحم الرائمين اللهم لا تطللنا على بابك اللهم تب عليه إنك أنت التواف الرحيم وتكمل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآكلة حسنة وجنا أذاب الناع وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة